وإحنا بنتكلم النهاردة مع رئيس التحرير ومع أعضاء التحرير اللي موجودين معنا أو بنتكلم معاهم دائما فيما يخص هذا البرنامج الحقيقة احترنا وقررنا أن احنا نبدأ بفقرة حق تصد مباشرة لأنه وإحنا محترين دائما الاتفاق بيكون على أن هناك مشكلة كبيرة جدا تحدث في التحكيم المصري والمشكلة دي للأسف بتهدد أندية الدوري الممتاز وغيرها يعني إيه؟ يعني أنت عندك 18 نادي في الدوري الممتاز 18 نادي عندهم مشاكل مع التحكيم ولكن هنا أنا هتكلم عن النادي الأهلي وعن النادي الأهلي خلال النهاردة تحديدا فلأنه الناس وهي بتتكلم حتى بتشرح غلط يعني هناك بعض الأمور اللي بتحصل غلط وبيتم شرحها بطريقة خاطئة على الجانب الآخر احترنا برضو نتكلم عن التحكيم في مصر ولا عن هبيدة القنوات الفضائية زي ما حضراتكم متعودين مننا ما هو أنا دايماً هنا بنسمي هبيدة القنوات الفضائية الرياضية زي ما حضراتكم عارفين الهجاص والمطرود وغيرهم ولكن هم طاقم واحد ما بيتكلموش هم هم أنا بيكلموا أنا آسف نفس الكلام ولكن قعدت مع الشباب عندنا واحنا بتتكلم افتكرنا السنة اللي خسرنا فيها الدوري خسرنا فيها الدوري خسرنا الدوري ليه؟ وسألت السؤال ده وإحنا خسرنا الدوري ليه؟ قالوا لي إحنا خسرنا الدوري عشان كان فيه روح البروتوكول وكان فيه الاحتواء وكان هناك مباريات مضغوطة وكانت هناك أخطاء تحكيمية واضحة وكان هناك اتجاه ساعتها من اتحاد الكورة أو من المنظومة الرياضية إن هي توجه الدوري العام لفريق معين أو فريق بعينه بعيدا عن النادي الأهلي مش هتكلم عن الفرق الأخرى ولكن أنا هنا بتكلم إن التوجيه كان بيبقى بعيد عن النادي الأهلي طيب لما جينا قعدنا من شوية وإحنا بنتكلم النهاردة قلنا إن هناك ظلم تحكيمي واضح بيتعرض ليه النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وفي المقابل أنا بشوف إيه بقى في الأندية الأخرى مجاملات وضربات جزاء بتحتسب على عكس ما بتحتسب للنادي الأهلي على عكس ما إنها لا تحتسب للنادي الأهلي حاجات مندي كتير وفيه فرق تانية بيتحسب لها ضربات جزاء وهي مش ضربات جزاء لأنه من الممكن جدا أن تكون ركلة الجزاء اللي بتحتسب وهي تحتسب بشكل خاطئ ممكن تكون السبب في أن أنت تاخد ثلاث نقاط أخطاء تحكيمية واضح ولا يوجد عدالة تحكيمية التحكيم المصري في الفترة الأخيرة رجع تاني يعيش فترة من وجهة نظري من أسوأ الفترات اللي بيمر بها التحكيم المصري أنا مش عارف الصراحة هو إيه السبب هل هو ضعف بريرة رئيس لجنة الحكام اللي بيطلع يقول مبررات فقط بيقول مبررات للحكام عشان الحكام تغلط ولا هو تعمد مقصود علشان نرجع تاني لفترة رئاسة لجنة التحكيم لأسماء معينة الأخطاء التحكيمية أصبحت مكررة الفار أصبح سبب الكوارث والغريب أن الفرق كلها في مصر بتستفيد من الفار ومن أخطاء التحكيم عكس النادي الأهلي وكل الفرق في نفس الوقت تجد اللي بيطلع بيان واللي بيبعث جواب الاتحاد الكورة واللي بيشعر بيعمل إيه واللي بيعمل إيه علشان اللي فيه يجيبه فيك وهذه الأمور غير صحيحة طب أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة أنا بقول الكلام ده لأن أنا أعب بتفرج مبرع على مباراة البلدية مباراة صعبة ومباراة مهمة تعرض فيها النادي الأهلي لظلم تحكيمي واضح يا عم الإسلام أنت بتجدب أنت بتقول أي كلام بعض من لا يشجع النادي الأهلي حيقولولي هذا الكلام أنا جماعة ولا بجدب ولا بقول أي كلام أنا لما بطلع أتكلم بتكلم وأنا عندي دلائل وبرهين احتسبت في مباراة أخرى ونفس اللعبة لم تحتسب للنادي الأهلي وكأن الفار شاهد ما شفش حاجة هل هناك اتجاه معين في المنظومة الرياضية أن يبتعد الدوري عن النادي الأهلي وخصوصا من منظومة التحكيم ما هو أنت هتكسب النادي الأهلي إزاي إلا من خلال منظومة التحكيم مش هتعرف تكسبه في الملعب لأنه النادي الأهلي الأفضل في كل شيء فالحاجة الوحيدة اللي أقدر أعملها أنه خلي الحكم ما يحسبش ضرب الجزاء يحسب تسلل يحسب مش عارف إيه ومرة تانية أنا هنا لا أشكك في ذمم الحكام ولكن أنا هنا بتكلم بشكل عام مش هم حدش بس يوديني لأنا عمري ما بتكلم